السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه? واهلا بكم في قناتي على اليوتيوب النهاردة. آآ بس الاول قبل ما اقول هنشرح ايه? احب بقى هنيكوا بالمولد النبوي الشريف كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون كل ايامنا آآ فرح وسعيد. طيب آآ نقول بقى احنا هنعمل ايه النهاردة الفيديو بجد بجد خطير. الغرزة جميلة جدا. وآآ طبعا هنشرحها ساطر بساطر ازاي معاوتكم. طيب الغرزة هتنفع معانا لايه? هتنفع معانا لاي عمل. نقدر نعملها باي خيط. آآ قبل ما نتكلم ونقول احنا آآ هنشتغلها ازاي? آآ احب بس آآ يعني اقول لكم انتم علشان تنفزه الغرزة ياريت تكمله معايا الفيديو. بجد بجد الغرزة هتبسته منها جدا. طيب. آآ خلينا آآ وقبل ما نقول احنا هنشتغلها ازاي? نشوف بس الاول آآ شكل الغرزة من من قريب للامام ومن الخلف. شايفين ده شكل الغرزة عندي من الامام. بجد بجد الغرزة جميلة ممكن تكون هي مش واضحة ليكو شوية في الفيديو. بس جميلة جدا. لما تنفزوها بجد هتبسته. هنشوف آآ الخلف ده خلف الشغل. طيب. انا كده شفت الغرزة من الامام ومن الخلف. عشان انفزها. هنبدأ على مضاعفات العدد اتنين زائد واحد. مضاعف العدد اتنين. وبعد كده بزود غرزة. بيبقى في عندي غرزة في الاول وفي الاخر دولم غرز الحفة ولازم نعملهم. طيب بالنسبة لعدد السطور كم سطر? ثمن سطور بس. بس ناخد بالنا وملحوظة مهمة ان في العينة الاولى بيبقى عشر سطور. يعني ايه? يعني السطر الاول والسطر التاني دولم بيبقوا آآ يعني آآ اسمه هم سطور تمهدية. بنشتغلها في العينة الاولى. لكن ما باجي اكرر العينة بقررها من السطر التالت للسطر العاشر. خلاص يعني هما ثمن سطور بس. آآ خلينا مع بعض برضو وآآ ما نجي ناشي راح هنقول. نبدأ بسرعة في الشرح. بسم الله مع بعض هنبدأ في سطور العينة وهنبدأ على مضاعفات لعدد اتنين زائد واحد. هنبدأ السطر الاول والسطر التاني هنشتغلهم بالغرزة العدل. ودول لمش هكررهم تاني اما يجي اكرر سطور العينة. هنبدأ مع بعض في السطر الاول. وهيبقى عندي غرزة في الاول غرزة حفة. وبرضو في اخر السطر غرزة حفة. اللي في اول السطرة بشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية. طيب بقية الغرز اللي هي خاصة بغرز العينة هشتغلها كلها بالغرزة العدل. هنختم السطر بغرزة حفة ودي انا بنقلها والخيط بيكون قدام الشغل بنقلها من غير ما اشتغلها. عندي السطر الاول والسطر التاني هيكونوا بالغرزة العدل. هشتغل دلوقتي السطر التاني وبرضو هيكون بالغرزة العيدل هنبدأ بغرزة حفة وهننهي بغرزة حفة كل غرز العينة هتكون عندي بالغرزة العيدل افكركم مرة تانية ان السطر الاول والتاني شغلوهم بالغرزة العيدل ومش هيتكرروا تاني احنا بننساهم اما بنيجي تكرر سطور العينة ناخد بالنا كويس قوي من النقطة دي التكرار هيبقى من بداية السطر الجاي طيب كده خلاص انا خلصت السطرين واشتغلتهم بالغرزة العيدل هننساهم لان التكرار هيبقى من السطر ده نعد تمن سطور هم دولا بس اللي بيتكرروا بعد كده هنبدأ بغرزة حفة ومن اول هنا هنبدأ ونكرر فيه غرزتين لغاية ما نوصل عند اخر غرزة وكمان غرزة الحفة هنجيب الخيط ونيجي نعمل لفة يعني هنجيب الخيط قدام الشغل يعني هنعمل لفة الابرة اليمين شايفين الغرزة لع الابرة الشمال انا مش هدخل الابرة اليمين في الحلقة لع الابرة مباشرة لانا هنزل تحتيها على طول ودخل الابرة من الخلف بالشكل ده وبعد كده وقع الغرزة منع الابرة الشمال طيب انا ما اشتغلت لغرزة زي ما انت شايفين اصبح عندي تلات غرز شايفين طيب بعد كده هنعمل ايه الغرزة التانية هنعمل فيها ايه الخط زي ما هو كده خلف الشغل الغرزة التانية هدخل الابرة اليمين في الحلقة اللي على الابرة الشمال وانقلها من غير ما اشتغلها طيب هعمل ايه تاني شايفين الفتحة اللي تحت الحلقة اللي سنقلاها هدخل الابرة اليمين في الفتحة دي واعمل غرزة عدل من اسفل بس كده هم دولا الغرزتين اللي أنا بكررهم شايفين الغرزتين أصبحوا قد إيه؟ أصبحوا خمس غرز حسابكم مع الفيديو تركزوا وتشوفوا التكرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص كده أنا خلصت الغرزتين اللي أنا بكررهم فيه السطر الأول اتبقى عندي غرزتين غرزة من غرز العينة هعمل فيها إيه؟ هجيب الخيط قدام الشغل يعني هعمل لفة وبعد كده بالإبرة اليمين هدخل في الفتحة اللي تحت الحلقة اللي على الإبرة مش هنا لا هنزل عند الفتحة اللي تحت الحلقة على طول وبعد كده أوقع الغرزة من على الإبرة الشمال ويبقى كده غرز العينة كده خلصت الغرزة الأخيرة دي غرزة حفة هجيب الخيط قدام الشغل وبعد كده هنقل الغرزة من غير ما اشتغلها ويبقى كده السطر الأول خلص هشتغل معيكو دلوقتي السطر التاني وناخد بالنا إن الغرز عندي بقت زيادة عن العدد الأصلي طيب أنا هعمل فيها إيه؟ لازم في السطر ده أرجع تاني للعدد الأصلي هنبدأ بغرزة حفة وهكرر اللي احنا هنعمله دلوقتي شايفين؟ دولم تلات غرز طيب التلات غرز دولم أنا هشتغلهم إزاي؟ هاخدهم تلاتة عيد المعن بعد كده دولم غرزتين هشتغلهم اتنين عيد المعن ويبقى كده إحنا بنقص الغرز اللي احنا زودناها في السطر الأول خم دولم بس اللي أنا هتكرروا بيبقى تلاتة عيد المعن واتنين عيد المعن لغاية ما نشوف آخر السطر هيكون شغله إيه؟ خلاص كده أنا خلصت اشتغلت تلاتة عيد المعن واتنين عيد المعن اتبقى عندي تلات غرز التلاتة دولم هشتغلهم تلاتة عيد المعن وهنختم السطر بغرزة حفة ويبقى كده أنا رجعت العدد الأصلي اللي أنا بدأت به الشغل هنبدأ مع بعض فيه السطر التالت وفي السطر ده هيبقى فيه غرز زيادة هنشوف إزاي هنبدأ بغرزة حفة بعد كده هنبدأ في نموذج العينة وهقرر غرزتين بس طيب هنشتغلهم إزاي؟ الغرزة الأولى الخيط هنسيبه خلف الشغل وهاجي عند الغرزة الأولى هنقلها بالضبط أكني بشتغلها غرزة مقلوبة بس كده لا لسه فيه حاجة تانية أنا هعملها في الغرزة دي هاجي في الحلقة اللي تحتية أو في الفتحة اللي تحت الحلقة اللي في الغرزة الأولى وأشتغل غرزة عيدل من أسفل كده أصبح فيه عندي غرزة زيادة طيب بعد كده هعمل إيه في الغرزة التانية؟ هشتغلها غرزة عيدل ويبقى كده خلاص خلصت الغرزتين لأنا هكررهم ناخد بالنا إن الغرزتين أصبحوا تلات غرز هما دول اللي أنا هكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة من غرز العينة وكمان غرزة حفلة هنكرر ونشوف التكرار تاني مع بعض خلاص كده أنا خلصت الغرزتين لأنا بكررهم ناخد بالنا إن الغرزتين بيصبحوا تلات غرز طيب وصلنا لآخر غرزة في نموذج العينة برضو هننقلها من غير ما نشتغلها وأنزل عند الفتحة اللي تحت الحلقة أخدها غرزة عيدل من أسفل وهنختم الساطر بغرزة حفة يبقى كده الساطر عندي خلص وصلنا للساطر الرابع وهنكرر تلات غرز والتلات غرز هيصبحوا غرزتين هنبدأ بغرزة حفة هنبدأ من أول هنا في تكرار التلات غرز آآ أول اتنين شايفين هنشتغلهم اتنين عيدل معا إحنا بنعمل كده عشان ننقص الغرز اللي إحنا زودناها بعد كده هشتغل غرزة واحدة عيدل يبقى هم دولا بس اللي أنا بكررهم اتنين عيدل معا وغرزة عيدل يبقى احنا بنعمل آآ اتنين عيدل معا وغرزة عيدل ليه؟ علشان ننقص الغرز اللي إحنا زودناها فيه الساطر الثالث ونرجع العدد اللي إحنا بدأنا به خلاص كده أنا خلصت وكررت لتلات غرز اتبقى عندي آآ غرزتين هاخدهم اتنين عيدل معا وهنختم الساطر بغرزة حفا يبقى كده الساطر الرابع خلاص ودلوقتي هشتغل معاكم الساطر الخامس الساطر ده برضو هيبقى فيه عندي غرز هزودة وهنشوف إزاي هنبدأ بغرزة حفا من أول هنا هكرر في غرزتي طيب هشتغلهم إزاي؟ نتابع ونركز الخيط هيكون خلف الشغل هاجي عند الغرزة الأولى هنقلها بالضبط أكيني باشتغلها غرزة مقلوب بس هنقلها بغير ما اشتغل الغرزة اللي أنا لسه نقلها هنزل عند الفتحة دي شايفين؟ الفتحة اللي تحت الحلقة على طول هدخل الإبرة الايمين وأشتغل غرزة عيدل من أسفل أصبح عندي غرزتين على الإبرة اليمين طيب الخيط هجيبه وأعمل لفة وبعد كده الغرزة التانية هدخل الإبرة اليمين مش في الحلقة اللي على الإبرة لا هنزل عند الفتحة اللي تحت هي على طول ودخل الإبرة اليمين من الخلف وبعد كده وقع الغرزة من على الإبرة الشمال كده أصبح عندي بدل الغرزتين أصبحوا خمس غرز هم دولة اللي أنا هكررهم لغاية ما يبقى عندي غرزة واحدة بس وغرزة الحفة هسيبكوا تتابعوا التكرار اشتركوا في القناة خلاص كده أنا خلصت الغرزتين اللي أنا بكررهم اللي هما بيصبحوا كام خمس غرز وصلنا للغرزة الأخيرة من غرز العينة هننقلها بالضبط أكيني بشتغلها غرزة مقلوب وهنزل عند الفتحة اللي تحت ديت أشتغل غرزة عيدل من أسفل ويبقى غرزة الحفة هنقلها من غير ما اشتغلها ويبقى كده اللي ساطر عندي خلص وفيه غرز زيادة ودرباتي هنبدأ فيه الساطر السادس وزي ما قلتلكم فيه غرز زيادة عندي من الساطر الخامس هنقصها فيه الساطر ده ازاي؟ هنشوف مع بعض هنبدأ بغرزة حفة وبعد كده هنشتغل فيه نموذج العينة من أول هنا هنكرر فيه خمس غرز هيكون أول اتنين هشتغلهم اتنين عيدل معاً اللي تلات غرز دولم هشتغلهم تلاتة عيدل معاً شايفين دولم تلات غرز وطبعاً دولم الزيادة اللي احنا زودناهم فيه الساطر اللي فات يبقى كده خلاص هم دولم اللي احنا هنكررهم اتنين عيدل معاً وتلاتة عيدل معاً احنا بنقص الغرز علشان آآ نرجع العدد الأصلي اللي احنا بدأنا به مع بعض احنا بنكرر خلاص كده أنا قررت الخمس غرز اللي بيضبحوا غرزتين بس اتبقى عندي اتنين بس على الإبرة هشتغلهم اتنين عيدل معاً وكمان غرزة الحفة هنقلهم غير ما اشتغلها ويبقى كده الساطر خلص ونقصنا الغرز الزيادة هنكمل مع بعض فيه آآ شغل السطور العينة وبالوقت هنشتغل الساطر استابع هنبدأ بغرزة حفة طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنكرر فيه غرزتين بس الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عيدل والغرزة التانية الخيط زي ما انتو شايفين خلف الشغل هاجي انقلها بالضبط اكين يبشتغلها غرزة مقلوب وبعد كده هنزل عند الفتحة اللي تحت الحلقة الغرزة اللي احنا لسه نقلنها ودخل الإبرة اليمين واشتغل غرزة عيدل من اسفل اصبح الغرزتين كام؟ تلاتة غرزة هم دولا بس اللي انا هكررهم ونشوف مع بعض هنعمل ايه في آخر غرزة مع بعض نركز ونشوف التكرار خلاص كده احنا خلصنا التكرار وصلنا للغرزة الأخيرة من غرز العينة هنشتغلها غرزة عيدل وهنختم السطر بغرزة حفة ويبقى كده السطر عندي خلص ناخد بالنا ان فيه برضو غرز زيادة عندي وحننقصها فين؟ في السطر الجيد ووصلنا لآخر سطر هو السطر التامن السطر دوت طبعا احنا هننقص الغرز اللي احنا زودناه في السطر السابع هنبدأ بغرزة حفة ومن أول هنا هنبدأ نقرر في تلات غرز وعيصبحه اتنين بس اول غرزة هشتغلها غرزة عيدل الاتنين دولم هشتغلهم اتنين عيدل معا يبقى احنا كده كانوا تلات غرز اصبحوا اتنين بس هما دولم لنا هكررهم يبقى احنا هنكرر غرزة عيدل واتنين عيدل معا لغاية ما نوصل عند آخر السطر ونشوف هنشتغله ازاي خلاص كده انا خلصت التكرار اتبقى عندي غرزة واحدة من غرز العينة هشتغلها غرزة عيدل ويبقى كده احنا نقصنا خلاص الغرز هنختم بغرزة حفة لازم العدد الاصلي اللي احنا بدأنا بيه يرجع تلك كده خلاص انا وصلت معاك ولنهاية الفيديو اشتغلنا مع بعض سطور العينة واشتغلنا سطرين كانوا في الاول العدل ودولم انا مش بقرارهم تاني مع تكرار العينة هم بس تمن سطور واشتغلناهم وشوفنا طريقتكم وهم دولم بس اللي بيتكرارهم طيب مرة تانية اقول لكم ان احنا بنبدأ على مضاعفات العدد اتنين زائد واحد طبعا احنا كده خلصنا خليني اواريكم والنموذج اللي احنا شوفناه في بداية الفيديو هو ده بجد بجد الورزة جميلة جدا انتو ما تعملوها اه يعني هتبستو يعني اه جامد قوي منها اه بس المهم ان انتو تركزو وتكملوا الفيديو شايفين قد ايه الورزة جميلة بتبقى بالضبط شبه الورده السغلية خلاص ده شكل الورزة عندي من الامام شايفين الجمال جميلة جميلة جدا يعني طيب خلينا كبا نشوفهم الخلف خلاص يبقى انا كده اشتغلت معاكو التمن سطور هياخد بالنا كويس قوي ان احنا بنكرر تمام سطور بس اول سطرين مش بنكررهم في سطور العينة لو احنا بنكرر العينة بعد كده اه الطريقة اللي هيكمل الفيديو هو بس اللي هيقدر يشتغل الغرزة انا اه في انتظار تعليقاتكم وخلينا نتفق بقى ان انا اه مهما اشتغل ومهما انزل فيديوهات ما لهاش اي قيمة اللي بتعليقاتكم الجميلة فياريت ما تحرمونيش من رأيكم وتقولوا لي رأيكم في الفيديو وفي الشرح وفي الغرزة اه اتمنى ان انتو تنفزوا الغرزة بكل سهولة الغرزة هتنفع معاكم لأي عمل اي خير هيبقى الغرزة فيه جميلة جدا وكده خلاص الفيديو كده خلص انا في انتظار شغلكم الجميل وتقولولي انتو نفستوها وكده خلاص اه الفيديو كده خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة